اشتركوا في القناة وموجه اول محاسبة سابقة مرحبا بكم ابنائي وبناتي طلبة الصف الثالث نظام الجدارات مهنة فن مبيعات النهاردة ان شاء الله حننهي الوحدة التالتة والاخيرة في فن مبيعات سنة تالتة ترم اول ان شاء الله فيديوهين حنحل فيهم الاربع مرافق المطلوبين في هذه الوحدة الوحدة دي اسمها ايه عمل انشطة ما بعد البيع عمل انشطة ما بعد البيع الفيديو ده في مرفق واحد ومرفق اتنين وان شاء الله الفيديو اللي بعده يبقى مرفق تلاتة واربعة وبنكون كده انهينا منهج الترم الاول لمهنة فن مبيعات على بركة الله يبقى انا عندي الوحدة عمل انشطة ما بعد البيع حل مرفق ايه واحد المرفق ده الهدف منه يقيم المعاملات البيعية مع العملاء دول عبارة عن تلات اسئلة مرفق واحدة واختبار تحصيلي السؤال الاول بقول لي اختاري الاجابة الصحيحة من بين الاقواص واحد او الف اعادة المنتج المباع الى حالته الصحيحة بعد خلل يعني عيب ترأى عليه دي منسميها ايه ان انا رجع المنتج لحالته الصحيحة والطبيعية بيقول لي فحص ولا اصلاح ولا صيانة بقول له اصلاح بتشمل جميع الاعمال اللازمة لحفظ الشيء في حالة صحيحة كل الاعمال اللي تؤدي لحفظ الشيء في حالة صحيحة دي منسميها صيانة ديم مراجعة المنتج للتأكد من مطابقة المواصفات دي عملية فحص دال المسؤول عن تقييم المقابلة البيعية هل هو المدير ولا البائع ولا العميل بقول له البائع هي من الانشطة المختلفة من دعم ما بعد البيع من الانشطة اللي هي بعد عملية البيع دعم ما بعد البيع شهادة الضمان طيب السؤال التاني بقول لي دع علامة صحة على العبارة الصحيحة وعلامة وعلامة خطأ على العبارة الخاطئة عندي خمس جمل أيضا نحط صح أو خطأ ألف يهتم رجل البيع بالأهداف المحققة فقط بقول له العبارة خطأ بيه يهتم رجل البيع بحجم المبيعات أكثر من الاهتمام بالعميل العبارة خاطئة جيم رجل البيع مسؤول عن الرد المقنع على اعتراضات العملاء صح دال رجل البيع مسؤول عن التعرف على جوانب الضعف في العرض البيعي بقول له صح آخر واحدة لا يشترط تقييم المقابلة البيعية إذا كان الدرس اسمه تقييم المقابلة البيعية بازاي لا يشترط العبارة خاطئة نجي السؤال التالت أكمل العبارات الآتية واحد الالتزام بالصيانة والإصلاح يعد جوهر الالتزامات البيعية اتنين زيادة كذب ثقة الزبائن المتعاملين مع المؤسسة من أنشطة خدمات ما بعد البيع ثلاثة تقييم عنديش غير المقابلة تقييم المقابلة البيعية هي أولى الخطوات للعناية بالعملاء أربع تقرير المقابلة هو وثيقة تطمن جميع المعلومات التي تمت أثناء المقابلة ده بكده نكون أنهينا حل مرفق رقم واحد في الوحدة التالتة لعمل أنشطة ما بعد البيع هندخل على طول إن شاء الله في مرفق اتنين بحيس بقى الفيديو ده في مرفق واحد واثنين طيب يلا بينا برضو الوحدة هي عمل أنشطة ما بعد البيع حل مرفق اتنين تمام كده ده المخرج ده بيتابع المنتجات بعد بيعها مرفق رقم اتنين اختبار تحصيلي السؤال الأول والاختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس ألف يذكر في الشكوى ضد عيب السلعة بيقول لي رقم الحساب ولا السعر ولا إذن التسليم إذن التسليم ب بعد أن يستلم المشتري البضاعة بيقوم بأكيد بحملية الفحص أو بالفحص جيم يجب الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالعيوب الغير واضحة في السلع نبلغ عن الشكاوى في مدة خصها كام خلال 10 أيام ولا 15 يوم ولا 8 أيام لا الإجابة الصحيحة 8 أيام دال عدم عدم تقديم شكاوى كتابية من قبل المشتري للبائع خلال الفترة المحددة يفقد التعويض خدمة توفير قطع الغيار من مسؤوليات من البائع طبعا خدمة توفير قطع الغيار من مسؤوليات البائع السؤال الثاني هو اللي ضع علامة صح على العبارة الصحية وعلامة خطأ على العبارة الخطأ ألف يجب أن تكون الشكوى على نحو يمكن البائع من التحقق منها العبارة صحية به يمكن للمشتري الإبلاذ عن العيوب الظاهرة للسلعة خلال عام خلال عام ياه دهتكون البضاعة تلفت وبازت وراحت مع الريح العبارة خطأ جي تكمن أهمية شهادة الضمام في ارتفاع تكاليف عمليات الصيانة العبارة صحيحة دال البائع مسؤول عن العيوب الظاهرة للسلعة بما في ذلك التعبئة والتغليف صح هي خدمات ما بعد البيع عملية تتم بين العملاء بين العملاء والبائع العبارة خطأ السؤال الثالث أكمل العبارات الآتية واحد تكمن في بعض الجمل هنا موجودة فوق تكمن أهمية شهادة الضمام في ارتفاع تكاليف عمليات الصيانة والإصلاح اثنين تقدم خدمات الدعم الفني لمين للمستخدمين لمساعدتهم في حل بعض المشكلات ثلاثة عادة ما يتم تقديم الدعم الفني عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أربعة يوصل الخبراء دائما بضرورة إدراك العميل لشروط ونطاق شهادات الضمان بكده نكون حلينا مرفق واحد ومرفق اثنين لمهنة فني مبيعات الوحدة الثالثة لعمل أنشطة ما بعد البيع في فيديو واحد كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية مدرسة ايدكو التجارية محافظة البحيرة قم موجه أول محاسبة سابقة نترككم في معاية الله وأمنه اشتركوا في القناة